برج الجدي. رح نشوف طاقتكم ورق عام لمحة عاطفية تحذير ومسج من الحبيب ورح ناخد اوراكل. فخلينا نشوف طاقتكم هذا الشهر كيف عاملة ان شاء الله تكون ايجابية. طاقة حلوة ان شاء الله تكون لبرج الجدي. عم بشوف طاقة اللي هو آآ من بعد انتظار آآ يعني طاقة انتظار رح تكون في اول الشهر آآ ولكن بشوف بعد الانتظار في حصاد يعني في عندك طاقة آآ طاقة كبيرة لحتى تحتحمل آآ اللي هو الانتظار اللي قلنا عليه ولكن في عندك حصاد في نهاية الشهر انا بشوفها لانه هاي هاي الطاقة عم بتكون بطيئة شوي. فنحنا فتحنا على اكتوبر فعم بشوف لنهاية الشهر لحتى تحصل آآ على الموضوع اللي كنت تحارب عشانه او كنت تنتظره يا جدي. شوف بشكل عام ازان. شدي عندك سفر حبيبي. في عندك سفر للناس اللي كانوا آآ زي ما قلنا ممكن يكون نفس الكرت اللي قلنا عنه الطاقة تبعتك طلعت انه انتظار بعدين الحصول على ممكن تكون عم تنتظر اليك فترة طويلة بسفر ولكن في هاي الفترة عم بتسافر في هاي آآ الفترة. عم بشوف الطاقات قبل ما انسى عم بتكون هوائية ترابية بامتياز آآ مائية اكتر شي. عم بشوفك آآ في شخص في شخص ممكن تكون طاقة مائية او هوائية. هذا الشخص رح يقدم لك عرض وانت تكون رح تكون في حيرة ما بينه ما بين امر تاني. هذا الشخص انا شايفه انه اكتر عاطفي الموضوع من ما هو مهني او كذا. آآ هذا الشخص عن جد عم بقدم لك من قلبه وعن جد هو انسان بيستحق انه ينعطى فرصة. فمستغربة ليش انت عم بت بتصد او عم بتقارن او عم بتحاول تختار. هذا هذا شخص آآ بيمبين بالاوراق آآ رجع تكرر عنا هون يعني مصر على طلبه. مصر على آآ خلينا نقول على ممكن يكون على فكرة كمان ترابي. آآ مصر على طلبه. رح يصر كتير آآ شايف العلاقة مستمرة مع هذا آآ الشخص مع انك رح يتفكر كتير آآ لانه يمكن شخص شوي آآ الظاهر مش مبين آآ زي الباط الظاهر مش زي الباطن آآ ما بيعرف يعبر عن مشاعره يمكن انت فهمته غلط آآ هذا الشخص رح يرجع باكتر من عرض وباكتر من اكتر من مرة آآ لما احكي عن العاطفة دائما يعني احيانا ممكن يكون عكسية الموضوع القراءة آآ عم بشوفك آآ في العمل منهك عم وكأنك عم تنسى العاطفة بالعمل عم تحاول تشتغل آآ كتير كتير لحتى انه يعني يدوبك تقدر آآ تغطي آآ امور لكن شايفي عندك بعدين رح تصير وفرة مالية في النصف الثاني وخاصة آخر الشهر رح يكون في وفرة آآ مالية من بعد آآ اللي هو يمكن تضطر انه تاخد فلوس من حدا تضطر آآ انه آآ يعني في في بداية الشهر شوي آآ آآ نقص في المادة آآ ولكن في نهاية الشهر عم بشوف العكس شوي عم تتبدل الاوضاع يجدي عم بشوفك عم آآ بتحط حدود عم تنهي علاقتك بمجتمع بأكمله يعني بأشخاص كتير عم تشمل الموضوع يعني مش بس شخص واحد عم تنهي علاقتك بأشخاص كتير وآآ وآآ يعني خلص اللي هو آآ ما في فرصة تانية آآ فعم بشوفك كتير صارم هاي الفترة آآ بس آآ اللي هي الصرامة اللي في محلها يعني الجدية والحكمة اللي فعلا يعني في محلها وفي وقتها وفي مكانها الصحيح من بعد ما صبرت على هدول الأشخاص في حياتك من بعد ما صبرت على الأزى آآ منهم وخاصة في العمل أنا عم بشوف العمل أكتر شيء آآ في عندك عيون عليك في آآ شخص آآ إما ممكن يكون ترابي زيك أو هوائي هذا الشخص كتير عم بي عم بي حاول إنه إما يشوه السمعة أو إنه يعمل لك شيء بس آآ ما قادر ولا رح يقدر لأنه ما فيه انتصار عليه إنت عم بتهمشه بطريقة فظيعة وهذا الإشي عم يحرق دمه آآ أكتر وأكتر هذا الشخص كمان ممكن يكون آآ عاطفيا يعني عم بيحاول إنه يجاكر فيك أو كذا ولكن أنت آآ عم بتهمش الموضوع عم بتقلل من شأنه آآ ولكن أنت جواتك في مشاعر كبيرة وهو جواته في مشاعر آآ كبيرة شايفة فيه ممكن تكون عندك فيه آلام إرهاق من كتر العمل من كتر الحركة من كتر التفكير ممكن شايفة شوية إرهاق عندك آآ تعب يمكن تتعب بس ليوم واحد أو لفترة أصيرة كتير آآ بعدين تسترجع قوتك وحيويتك زي ما بنعرفك الجدي نشيط جدا جدا ما شاء الله بطريقة حلوة لنشوف بشكل عام عن العاطفة بشكل عام عم بشوف علاقة ثلاثية مسيطرة ولكن عم تتهمش من الطرفين منك ومن الشريك شايفة فيه بعد عن العلاقة التالتة آآ ولكن رح تكون هي يعني بارزة أكتر إشي في في النصف الآخر أو في النصف الثاني من آآ أكتوبر بالنسبة للمتزوجين آآ ممكن يكون فيه خلينا نقول مشكلة شوية عابرة شوية فيه شوية شك شوية غيرة آآ ولكن هذا الموضوع شوي رح يتصعد يمكن من طرفك أو من الطرف الآخر آآ آآ ولكن بعدها رح تروق الأمور يعني مش هالمشكلة الكبيرة لكن أنا بتوقع المشكلة إلها علاقة فيه علاقة ثلاثية انت فيه قرار معلقه أو الطرف الثاني معلقه آآ ما شايفة الأمور عم تصفى مية بالمية بهذا الشهر يمكن شهر اللي بعده إن شاء الله يكون أحسن بس آآ شايفة شوي في آآ أمور معلقة فيه انتظار في آآ بالنسبة للعاطفة آآ آآ بالمستقبل ممكن يكون جدا فيه عائلة مع الشخص اللي بتحبه آآ آآ ولكن في هذا الشهر أنا عم بحكي عم بتكون فيه علاقة ثلاثية آآ شوي عم بتخرب المواضيع والأمور آآ مع إنك أنت في كامل قوتك عم بتحاول إنه آآ آآ توقف هذا الموضوع أو تنسحب منه آآ ولكن في النهاية أنت بتحب الطرف الثاني والطرف الثاني عم بحبك عم بشوف فيه حب صافي بناتكم آآ مع وجود أشخاص آآ كتير حساد أو أشخاص آآ عوائق ممكن تكون هاي في العلاقة آآ ولكن الحب موجود هذا أهم شي يعني موجود بشكل فضيع عشان هيك فيه فيه تعليق آآ للأمور أوليت آآ نفس الشي العلاقة الثالثة رجعت آآ بيّنت آآ آآ إذن فيه آسفة لبرج الجدي يعني منه قراءة مش كتير إيجابية طلعت آآ ولكن الحلو في الموضوع إنه آآ مستقبلا آآ رح يكون فيه بوادر خير رح يكون فيه آآ خير على آآ بالمادة على فكرة وبالعاطفة مع إنه ورق عاطفي آآ فيه ممكن يكون آآ آآ أشخاص معجبين فيك ولكن أنت ما عم تعطي آآ فرص هذا الشهر بشوفك عم تعطي فرص آآ كتير أنت يا برج الجدي إما من مرة ما تعطي فرص أو عم تعطي فرص كتير فعم بشوفك عم تعطي ناس كتير آآ أهمية وهم ما يعني ما جديين ما كتير عم بيكونوا جديين في الموضوع احذر بس من الأشخاص اللي جداد في حياتك أو اللي بدك تدخلهم يعني حتى لو كنت تعرفهم تدخل معهم في علاقة إذا كانوا هم هوائيين أو حتى ناريين آآ شوي نحذر من هذا الموضوع آآ في أدكشن رجع بيّن عندي إدمان معين على شي معين آآ عم بتحاول إنك آآ تتركه ولكن يعني هذا الشهر كمان معلق هذا الموضوع هذا بشكل عام نرجع نعمل كراءات تفصيلية طبعا بس آآ عم نعمل بشكل مختصر لحتى ما نطول عليكم آآ خلينا نشوف التحزير هاي الفترة لبرج الجدي شو عم بيكون آآ آآ نفس الكرت اللي طلع مش عارفة لأي برج آآ برضو توقيع على عقد في عندك عقد زواج إن شاء الله ما يكون طلاء يا رب آآ لأنه شايفة في قلب حب في حب الموضوع في يعني هذا الموضوع خير مش شر فهو توقيع على أوراق إما تكون سفر أو زواج أو عمل ففي توقيع عقد بس بقولك احذر إنه ادرس الموضوع منيح قبل ما تاخد القرار كمان ممكن يكون عندك مساءلات قانونية شغلات لازم تسكرها أو شغلات طارئة قانونية ممكن تطلع لك فتكون حذر شوي يا برج الجدي شوف هاتف مسج من الحبيب أو كلمة بحكي لك رأيني تايم توهيل بده بده فترة عشان يسترشي ما هو عارش وانت عامله ممكن تكون عكسية القراءة طبعا لأنه عاطفية بس وكأنه انت عامله شيء أو عم بيقولك أنا بس بحاجة فترة لحتى أستشفي لحتى أنسى اللي صار لحتى يعمل هيلينج فبس بيقولك إنه خاي فيها كمان إنه انتظار إنه انتظرني أو شيء لأنه لو لهيك ما يعني ما بيبعت لك هاي المسج أو ما بيقولك هاي المسج خلينا نشوف أوراكل آه برج الجدي في مين هاي ممكن تكون تحذير يعني مصيحة في مين عم بيبني لك قصور في الهوى أو بيت في الهوى أو أوهام بيقولك يعني احذر من هاي المواضيع في مين عم هذا الشهر عم يعيشك بأوهام أو عم بيكذب عليك عم بشوفه عاطفي هذا الموضوع بيقولك احذر من هذا الموضوع أبعد لبرج الجدي بأشوفكم بالفيديو الجاي موسيقى موسيقى